كهربا عزيزي اجيري المدير الفني لمنتخب مصر وقبل ما هكلم اجيري وهوصل له رسالة هوصل رسالة للكبتن احمد ناجي هتقوله لي علاقة للكبتن احمد ناجي باللعيبة كبتن احمد ناجي ده مدرب حراس لا انا هوصل له برضو الرسالة يسمح للكبتن احمد ناجي ان انا هوصل له رسالة دي يا كبتن احمد ناجي لعبة نادي الزمالك المصريين جوازات سفارهم مصرية جوازات سفارهم مصرية ومنتخب مصر يحتاج مواهب كما موهبة كهرباء يحتاج مواهب كما موهبة أوباما يحتاج مواهب كما موهبة عبدالله جمعة أفضل ظهير أيصر في مصر اللي ما بيخشش معسكرات المنتخب ونحن مقبلون على بطولة الأمم الإفريقية فكابتن أحمد ناجي كابتن هاني رمزي مستر أجيري هؤلاء اللاعبين لعبين من طراز فريد بلعبوا مع نادي الزمالك موسم ولا أجمل ولا أروع بالإضافة طبعا لزملائهم من نجوم نادي الزمالك جنش أحسن جول في مصر شاء من شاء وقابا من قابا عمل النهاردة شال واحدة ما تتشالش شوت التاني شال واحدة ما تتشالش عمل زي العادة يعني مطش كبير جدا لعبة نادي الزمالك كلهم من هذا رجالة كهرباء أحرز هدف تاريخي قد يساوي وزنه دهب ويقود وألماظ وماس إن شاء الله في مباراة يوم الحد لما إن شاء الله نادي الزمالك يلعب مباراة ملحمية كما العادة في سوسة يوم الحد اللي جاي ونفرح كلنا إن شاء الله بنادي الزمالك في مباراة العودة أكيد مشاعر كبيرة جدا لكل جماهير نادي الزمالك شافين ملحمة جميلة جدا من الجماهير الجماهير اللي هي طمعانة في اتنين وفي ثلاثة أنا بقول لهم بصوا على كل نتائج المباريات في البطولة في الشامبيونزيجي الإفريقي والكونفدرالية وإنتوا هتحسوا وتفهموا أنا عايزة وصل لكم إيه إحنا بنلعب مع النجم الساحلي بطل أبطال العرب بنلعب مباراة صعبة جدا